نظام شويفت الذي سأل عنه كثير من الصحفيين وما إذا كان سيكون من الأدوات التي ستستخدمها الدول الغربية للضغط على روسيا فلا دازال الدول الغربية بالفعل تبحث مقترح إمكانية استبعاد البنوك الروسية من نظام شويفت المالي العالمي في العرض التالي سنتعرف على أبرز ملامح هذا النظام وأهميته الاقتصادية إذن نظام شويفت المالي نظام يتم استخدامه في عالم المعاملات المالية ويعمل على الاتصالات المالية ما بين البنوك في جميع أنحاء العالم شويفت منظمة تأسست في عام 1973 في بروكسال لإنشاء بعض العمليات والمعايير المشتركة للمعاملات المالية يوفر نظام شويفت المالي شبكة آمنة تسمح لأكثر من عشرة ألاف مؤسسة مالية في مائتين واثنتين عشرة دولة مختلفة بإرسال واستقبال المعلومات حول المعاملات المالية لبعضها البعض ويستخدم نظام شويفت المالي من قبل العديد من الشركات مثل وسط المال وأنظمة المقايدة المؤسسات المالية غير المصرفية وطبعا هذه عمليات مهمة جدا ويعتمد عليها القطاع المالي بأكماله المهم هنا أن صحيفة لوفيجاغو الفرنسية تقول أن هناك نحو أحد عشر ألف عضو في نظام شويفت وبما في ذلك ثلاثمائة بنك روسي لكم أن تتخيلوا حجم التأثير على القطاع المصرفي الروسي وبسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تدرس دول الاتحاد الأوروبي إمكانية فصل روسيا عن شويفت كنوع من العقوبات إذن مشاهدين الكرام كان هذا عرضا سريعا عن نظام شويفت المالي طبعا خلال الدقائق التالية ستتابعون معنا كل جديد فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وسنتوقف على مدى تغطيتنا بأبرز المراحل الاقتصادية وأيضا بعض العقوبات التي قد تفرد على روسيا ومدى تأثيرها على الاقتصاد الروسي والاقتصاد العالمي